أنا ولا هتمحي تاريخي جوة النادي الأهلي ولا هتمحي حبي للنادي الأهلي ولا للجمهوري الأهلي هو قرار بير حياتي في حاجات كثير جداً يا حقيقة مش للأفضل يعني ما كنتم صندق السيناريو وانتبون مرش لا الحقيقة اللي ده اللي عندنا أنا الكلمة دي بتغذني أو واحد من الناس اللي أنا مسلا استغربت لرجوعه مسلا وانه ما يلعبش في أحسن نادي في العالم حياتي السلام عليكم يا أصحابي حلقة جديدة من جول كاست مع واحد من نجوم الكورة المصرية آآ أخط كبير طبعاً وصديق عزيز ولكن آآ أهلي منتخب احتراف إعلام حاجات كثيرة ووجهة وشياكة واناقة كل حاجة في كابتن محمد فاروق نجم النادي الأهلي منتخب مصر السابق والإعلامي الحالي كابتن محمد من عور الدنيا حضر وحمن إزايك وجميل جداً نكون معاك النهاردة في جول كاست حياة مفسود بالفكرة وإن شاء الله تستمر وتبقى يعني يعني تقلق إله وكسر الدنيا إن شاء الله حبيبي كبتن دايماً أخيك كبير وغداري يعني وبشكرك إن انت نورتنا لا أولاً بشكر كبير دعوتك راح جميلة يعني إحنا بقى زردشة أجنب بعض أصلاً يعني طبعاً يا زردشة بقى إيه مفتوحة ومن القلب يعني الكرير بتاعك ما شاء الله إيه طبعاً محترم وفي يعني في إنجازات أي لعيب كرة دلوقتي لو قلت لهم بتتمنى إيه ما نلعب في الآله وانا ألعب في المنتخب بنا نحترف طب نفسك في إيه لما تبطل نفسي أبا أعلامي يعني ما شاء الله حاجة دي كلها انت حققتها بسم الله ما شاء الله في خط عريض يعني للكريير بتاعك في مفاتيح زي مثلاً دلوقتي إذا ما تتكلموا على محمد صلاح دايماً ناس تتكلموا عن عقلي يعني دايماً كلنا دلوقتي نتكلموا عن ده الفرق الحقيقي طيب بالنسبة لمحمد فاروق برضو الكريير بتاعه ووصوله للحتة دي إيه الخط العابد إيه المفاتيح لأ خلينا أقول لك مهما كان الواحد وصل لشيء ووصل نجاح في وقت معين يقول لك لأ دا كان لسه بدري كان لسه نايس حتة كان لسه نايس جزء كبير عشان يكمل الحاجة أو الحلم اللي انت كنت تعلم أكيد من تواجهك ظروف وحاجات معينة ممكن ما تخلكش توصل للي انت عايزه بنفس الشكل أنا واحد من الناس دي حقيقة أنا كنت شايف نفسي إن أنا ممكن قلت زي ما كنت كان جدا لعبت منتخب مصر لعبت الآلي لعبت لعبت بره يعني لعبت في أحسن أماكن ممكن في كرة الخدم اللي هو الطوب ليفل في كمورة بالنسبة للعب المصري لكن في الآخر أنا كنت نفسي يبقى أفضل وأفضل من كده هتقول لي إيه السبب إنك ما ورعتش للأفضل أكيد في حاجات كتير ظروف كتير عشان كده أنا بشوف صلاح ده أيقونة لأي لعب مصري وأي لعب محترف الحقيقة لأن بالرغم من الظروف اللي أنا أكيد هو مر بيها لكن قدر إن هو يتغلب عليها ويروح لمنطقة بفكره وعقله آآ مختلفة تماما صعب ممكن يكون عندك آآ فكرة الإصابات آآ عدم التوفيق في المباريات ما بتتمرنش في وقتة من الوقت كويس وده جوز ممكن يبقى عند لعب مصري على فكرة مش أنا بس ممكن فيه لعب مصري كتير آآ آآ حجم أو تفكيره في التدريب مش بنفس آآ اللي جانبه اللي جانبه لأن كل واحد عنده صفات شخصية وإرادية مختلفة فدي أنا بشوف إن محمد صلاح أو يعني هو التوب في كل الحاجة ما شاء الله عليه أنا يمكن كان نفسي آآ الموضوع مثلا تجربة الاحترارات بتاعتي كانت تستمر وتفكيري وقراري للرجوع مثلا لمصر ما كانت متبقاش موجودة آآ ده برضو حاجة كانت تعيب عندي بالنسبة لي أنا شايفة إنه كان من القرارات الخطأ في حياتي آآ نروح للمراحل دي واحدة يعني أنا بالنسبة لي خطوط العريضة إنك إنت لعبت في أحسن نادي في مصر دي حاجة جميلة جدا أنا طبعا سعيد وبفخر بي اللي هو إنك موجودك في النادي الأهلي آآ احترفته دي تجربة أفدتني كتير آآ تواجدي مثلا في منتخب مصر ده شرف عظيم آآ إنك تكون بتلعب مع كمان مدربين ممكن صع مقاون آآ آآ أمهي ويختاروا العيد بيختاروا على الفرازة زي كابتن جاهري مثلا ده واحد من الناس اللي أفزاز في كرة القدم في التدريب معروف طبعا مم فكنوا يختار لعب صغير في السن ويبقى موجود ويلعب على واحد زي كابتن حسام حسن مسلا دي كانت يعني صمقة وكانت صعبة جدا في الجيل ده بالذات أو يلعب كمان جنبه ده برضو كان شيء آآ صعب فبالتالي آآ يعني أنا ممكن أكون حققت حاجات لكن يعني مش مش كفاية بالنسباني مش كفاية مش كفاية وانا عشان كده بقول لك صلاح لما بيجي يوصل لرقم هو بالنسبة له مش كفاية مش كفاية لان خطع عقليته دلوقتي مختلف عن نيلا الحقيقة تجديد انت وصل عن آآ آآ سأل خليلا يقول لك برضو عشان بس ما نظلمش ما نظلمش نفسي وأظلم جيري كنت رسا بقول لك وانا بقول لك نجاح اه انت عملت وقول لي الحاجات اللي هي كلها كان نفسيا بقى آآ 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 احسن جينا برضو الفرص والتوقيت والانفتاح اللي احنا شايفينه على الكرة ما كانش موجود كده ولا حتى طريقة التدريب وطريقة وطريقة وامور العلمية طبعا لو تصفت ترجع بعد يعني الامور دي ما كانتش بنفس الشكل دلوقتي الوقت دلوقتي كل يوم عن يوم الموضوع يعني طب انا عندي سؤال مرعب اللي بتتكلم فيه في جزئية ان لأ مش كفاية والمفروض كان يبقى فيه احسن دي دا كان عندك وانت بتلعب ولا لما بطلت بسيت عالكين بتاعك كده قلت لأ كان فيه ممكن يبقى احسن آآ لأ لان هتبقى فيه لعبة كتير آآ ويا جوا الموضوع يعني انا زي انا كان عندي عندي حتة لأ لازم اا اكتر انا عاوز اوصل لمنطقة معينة يعني ما لانا قلت انا عايز العب مسلا في اوروبا مش في تركيا في منطقة تانية في اوروبا ولكن الظروف وكمان زي ما بقول لك كده فيه اوقات بتبقى خارجة عن الارتك اصابة تجيلك كسر يجيلك اصابة قوية خير فترة فتتأخر فمع علاج ممكن ما يبقاش مزبوط فدلوقتي طول فامور كتير فضغوط كمان من آآ من اماكن مسلا في النادي في مدرب مسلا بدون ذكر اسم المدرب مسلا كنت لما باجت صب هو محتاجك فنزلك بقدري عن المدرب هتلاقي ناسك بتصير تاني فمدة تطول اي امكان بقى بدون ذكر اسم المدرب فدي حاجات بتعطلك حاجات بتخليك انت تستهلك عضلتك بتستهلك فبتالي بيبقى مشورك بيبقى اصعب ومفتق فدي ممكن حاجات تعرضنا لها لكن دلوقتي الوضع طبعا مختلف مش عزي أصلم حد فيه لعيبة حقيقة فييلي وكت بشوفه من اما مفروض يكملوا يعني انا واحد من الناس اللي انا مسلا استغربت لربوعه مسلا وانه ما يلعبش في احسن ناديه في العالم الحقيقة عدسطار صبري اتفق معك اه عدسطار صبري واحد من بقى من اللعيبة اللي يعني انه ما شفتهوش كتير في الملعب الربية كمان يعني ممكن رونالديل هو مسلا يعني يعجب هذا اللي ده حقيقي ما أردته الليفل ده اه فعلا فهي دي الفكرة فبرده ده ظلم فيه لعيبة كتير ممكن تكون عندها امكانيات عزبوتريكا يعني ما احترفش ما احترفش اصلا دي حاج برضو كت بالنسبة لنا في جنة غريب مم وكت خطيب اه فدي برضو كانت خطيب معاش برضو الفترة بتاعت اه اه احنا جينا جنة كان مسابق امدر من اه مسلا كت خطيب مسلا لكن الوضع بالنسبة للتوقيت الحال هو وضع يعني سريع جدا ومفتح جدا فبتواصل سهل جدا اه جدا جدا عشان يعني حن يشوفك عند وقتها ده كان صعب جد تدخلك النادي الاهلي كان ازاي لا بوسي انا قص الدخولي ده انا كنت اصلا من حي شبرو ف كنت منعف الشارع زي زمان ده في الزمان كنا منعف الشارع ده وقت ما فيش حاجة اسمها ده اه اه و يعني اه لايت ناس بي براحوا اختبارات في نادي جنب البيت اسمو نادي اسكو نادي معروف طبع طبع سبعنات وبعدين من رحت اختبارت اخدوني من الاول اختبار انا فيكر تلعب هدف الدوري اللي انا كنت فيه لو سنة دوري منطقة لا كان دوري منطقة وبعد كده بقى كانوا اخديني اخديني منتخب القاهرة كان كابتن المرمع في الصمد وبعد كده رحت لمنتخب البراعم كان الدكتور عمرا بول مجدو هو كان المدير الفني وبعد كده بقى كان الاهلي وزمالك يعني قالك فيه العيب يعني كنت مثلا في الموتش ما سنجد بيه ثمان تسعة تجوال اه جبت في الاهلي وجبت في الزمالك كده يا تفعين ام او في منتخب مصر ومنتخب القاهرة منطقة القاهرة فعلى طول يعني فانا كان كتب رأي من يوسف اللي ارحمه وكان صديق الاخوية في قريقة الشرطة اوكي وكان بيضغط في الحتة دي يعني والاهلي كان كتب رأي مصر يعني وانت في اسكو كان قدامك الاهلي اه اه لك شكل واضع انا طبعا كان الاهلي وفاكر انا اليوم اللي بلغني فيه عم عبدالله عيد اه قلت المراهن عب صمد ان انا خلاص في الاهلي وعرفت ان هما دفعوا معبلغة 14 الف جنيه وده كان في الوقت ده طبعا ده كان عندك كم سنة بقى 13 13 سنة وضفها 14 جنيه في الوقت سنين عدنا مبالغة يعني هي ممكن دلوقتي يعني يعني او ما نتكلم ان الـ 14 الف جنيه دول مسلا مليون جنيه دلوقتي وطبعا شوية كور كده خفيفة اصلا تروحة اعرف انت شوية كور شبكة كور بس انا فاكر انا اخدت بقى الكرنين وانا باخد الكرنين كده من الفرحة الواحد بيرجع بدار وكده روحت وقع فانا اهلي على فكرة ما كانوش يعرفه يعني اهلي ما عرفش انا كنت اصلا يعني ايه اللي هو جامد اهو كده وفي السنة دولت ما اشوف ناس كده اهلها جامد ناس الوقت وما رفوش انه عالها الوقت ده لا احنا دلوقتي لأ انت دلوقتي انت ده في دغوط من الاهلي لكنها هي اللي تلعب لأ انا واسع ان والدتي ووالدي واخويا معارفوش ان انا كمان في المتخب مصر الا بعد فترة وانه وبعدين انا روح للأهلي لما استقربوا انت ازاي معقولة انت جامل للدرجات اه اه انا عندي اخواتي كانوا بيعاب كورو كانوا كويسين بس واحد دخل كلية هندسة والتاني فنية عز كرية فالاتنين دراسة اه دراسة مع انهو كانوا لعبها يعني جامدين يعني بس وانا كملت بقى مع الاهلي اربعتاشر سنة يعني انا اللي روح انت اربعتاشر سنة سعط فري الاول ستتاشر سنة اوكي يعني سنتين دس في الاهلي سعط ومين صرادة الاهلي لأ ما هو ساعتها بقى كان كابتان حسام حسن كان اه كان قشري كان علي مهر موجود كان جي علي ابراهيم بعد كابتان علي المهر لأ بس بدري اول تلاتة وتسعين لأ علي مهر بعد كده صعودك لفري اول ستاشر سنة في ظل النجوم دلت ما بتلعبش اه يا دوك في التمرين بتكمل التنزيم اه احتاجوك فسبعة وتسعين انا اول ماتش لعبته سبعة وتسعين ستاشر سنة مسلا اه كنت لأ تمنتاشر تمنتاشر سنة اه اول ماتش كان اول ماتش لي انا شخصيا كنت مع الفري اول كان اعتزكب تنتهربه زينا اه ربع الساعة كده اخدتهمنا اندرحمن في الاخر الماتش انا فاكر هو جابه من ساول في ماتش ده بشماله وفي لقطة بس اه كان لطيفة اوه في الماتش ده انا حاصل يوعيش دايما على الدرع بقى ربع الساعة الاخيرة دي ما بتزعيتش في ال اه في التنزيم لا وربا هو روح او رجت عماتش ده لا كان ماتش باي سلعة اه اه اتحت جد اه بالزر اتحت جد ربع الساعة الاخرين دي ما تزعيتش كنت سعالان اه اول مرة بقى كان مينين مدرب هولمن مساً كان هاريس كان هاريس تقريباً هولمن مكنشي رس اه اه 97 هاريس اه اه كان هاريس تقريباً لان الاهلي اخد سبع سنين دوري كان هولمن اخد منهم تقريباً اربعة تقريباً يعني انا بس عشان دا كان نودي الرسمي الرسمي اول ماتش ده كان كان في تباية التسعين تهريباً كان بداية كاس مصر مباراة اشوان في اشوان تتنين وكان التحدي هنا في الدور قبل النهائي والماتش ده سبعة وتسعين انا راح انت لا تتذكر عشانها بس الدواريخ الاهلي لما خسر من الاسماعيدي بهدف احمد فكر انا مش فكر ده انا اي كاسة انا انا مش فكر الرقم اي رامعية دي وانا دي ضعيت فيها شوية ان التواريخ ده كان هو اول بداياتي في البطولة دي وابتدل من دي بحير الاني كان هولمن كان هولمن كان سورة البطن اللي ارحمه كان مدير الكور ميني السرودة التانين يعني عشان رعا عشان اجيب اخمانجز يعني ميني السرودة اللي انت لاته وقعت لا الفرود ده انا ضعبته قعد اه لا في فرود ده مسلا كانوا انا صغير حزاب كشري اه قعد اه علي المهل لما جيه قعد اه انا ضعيته قعد اه الوحيد اللي كان بيلعب معي راح جايه كان على ابراهيم مع كابتا عيزام اه يعني طبع اللعب كبير بعد كاي جيه بقى معانا طلع خلت بيبو اه خلت بيبو جيه اه لا كنت انا ضعبت خلاص اه لا كنت انت بتلعب بيبو جيه اه تسعة واتفين الفين يعني في اخر الالفنية يعني اخر تسعة وتسعين او او اوال الفن الفنيات يعني بيزا اه لان انا فاكر خلت بيبو جيه انا سفرت تركيا وعلى كده رجعت تاني على الموسم اللي احنا كسبنا فيه زماليك ستة واحد اه جي لدي كان عفل حد وتعديلنا مع سماعيل ارمان طبعا سفرت تركيا بعد كم سنة في الاقلي وفريد اول تقريبا سنتين 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 واللالس يعني سابق لا انا كان ليا قصة غريبة في الصفر دي خلت بيبو لك فكرة انك زمان احنا كنا يقول لك عليك ناشي لغاية تلاتة وعشرين سنة اه وممكن توصل ليقول لك لازم سبع سنين تلعب وقوم في الفريد اول لما تطبق تعدي مرحلة الناشيين واكد انا اعمل عقد فالعقد كان ساعتها انا فاكر اتعرض علي كانوا بقى ابتدوا يعملوا العقود للصغيرين بس كان ايه تعرض علي تلاتين الف جنيه في الايه في السنة تلاتين الف جنيه تلاتين وانت عندك تلاتين وعشرين سنة لا كان لسه بقى لا انا كان عندي اول تلاتين اه وانت صغير اول عقود اول عقود انا بقى ابتد عيد تلعين اه محمد بودة سال عبد الحفيز تماما اه بس انا قد ساعتها برعب في منتخب مصر وبرعب اه 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 اتخب اولمبي وكده يعني فبالصدفة اه فيد يعني انا احترافي لتركيا كان صدفة اه كانوا جايين يشوفوا برعب سعي يعني الناس اللي في فريق انكار الجوجود تركي كانوا جايين يشوفوا برعب سعي فعندهم الفرود الاساسي بتاعهم اتصاب فبالصدفة شافوني كان مطش الاهل والزمالك تعادلنا في المطش ده صفر صفر بس انا كنت اعمل مطش جامل جدا اه الاهل كان واخد الدوري من بدري قد لها بخمس اه سالة اسعبية وده كان اخر اه اخر سيزن احنا اخدنا فيه دوري في السبع سنين اللي احنا اخدناه في التسعينات يعني فلاقيتهم بالليل بعد المطش التليفون جاي ليه اه كهزا كهزا احنا عايزينك اه كان واحد فيهم اه ما عرفش تعرف يعني الاجين ده اسموه البير البير بعشعر واحد اه في سوق تركيا في الوقت هدا اه اه خبيبي اه انت كتب معامد احنا عايزينك كده اه هو كان بيكاده عاري وكسر اه تركيا اه 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 كان شطر جدا ويعني كده كان لطيف يعني بس فاي قلت له ماشي فاني عقد نتكلم فابتدى قال لي طب ما تيجي اسطنبول تيجي تركيا واتيجي العنكرة رحت سفرية رحت كان قلت لساعتها بصد وروحت فسفرية عادية يعني الناس بتدوا تفاوضوا معايا وصلت المبلغ ممكن ما كانش حد بياخده في الوقت ده سواء با في العمالة تركيا أو في ألمانيا كان ساعتها كان كابتن هني القمزي بيرعع في ألمانيا كابتن سامير كامونة بيرعع في ألمانيا لعيبة فيه محترم اخوي بياخده لنبلغ اللي أنا طارد عملات الديل علي كان من 400000 دولار في السنة الواحدة في الوقت ده كابتن حسن ساعتها كمان اللي مشاء الله هو اللي كان موجوده وعماله كان متواجد في العقل دي يلي يلا أحمد حسن كان هناك وهو يستقبل اجمال اخر يقلتها. كان كنت انا احمد حسن وصراحة يعني كان. ويف جنبي يعني في المنطقة دي وقال لي لا دا عقد قويس جدا انه ما حدش بيأخده هنا. يعني كبير اللي بياخده يعني كان بيقول لي اعنا 20000 دولار. ده اللي هو الطب فينا. فكان ساعية انت بتكلم رو 100000 دولار وتلاتين الف جنيه. كان دا الفة. بس خلينا عشان الامنة عشان بس الناس ما. اه اه. ساعيتها بقى ايه او لغاية دلوقتي بيتردد ان محمد فرق ساب النادي الاهل ومش. لأ انا روحت بلغت كتسابة البطل. وبلغت كابتل حسن الحمد ساعتها. كابتل عاصم كان عايش بس كابتل حسن ساعتها ولا اللي بيدير لان كابتل آآ صراح كان عيان شعيعه وكان في لندن في الوقت ده انا اتتذكر في التوقيت ده بالزات. وقلتوها كابتل في كزا 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 ومبلغ المعروض علي طب اعمل ايه? آآ قال لي دا اللي عندنا. مم. اللي عندنا. كلمة دي برضو اتقالت برضو. اتقالت في موقف تاني. لأ. اتقالت كمان العبدالله الصعيد. العبدالله الصعيد صح. اه اه. 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 اه هو بيبقى بس هي الفكرة في ايه انا? بزور زكرة اسم اللي عيب اللي جي في التوقيت ده. انت بتبقى طلبتك انك انت يا رجل ابن النادي. عايز حتى اللي جاي من بره. تبقى زيه. مش عايز تبقى اكتر من كده. مدام برجت معين مدام بتدفع للبره. نفس المبلغ. نفس المبلغ ابن النادي يعني. فانت لأ. بتقول طب خليني كده نفس المبلغ. فيقول لك لأ البوجت مش طب قسطة طب ما انت دافع عند احد مهان بطريقة مهانة. بس فا يعني انا بلا. ايه مش كده تقول اسم. ملغت انا ايه? ايه مش كده انا تقول ايه? ايه مش كده انا تقول ايه? مش يعني بدون زيه اصحة. ما احصارش اديمة بس انا الشخص موجود يعني. انا مش عايزة يبقى فيه يعني فكرة الحراج يعني. اه بس انا ملغت وكنت اصلا مش عامل عقد يعني. يعني كان شفيها. اه كنت هاوي. بس سفرت. اه يعني طبعا ده زعل شوية. الناس في الناس شوية. وكان جال اتصال بقى انا عدت مسلا ساعت اه تلات اربع شهور. وكان بعد كده اتصالها بيكلني كابتن. لعبت هناك. اه لعبت طبعا. انا انا فاكر لعبت عشر منشاط. اول عشر منشاط جيبت خمس تجوية. حلو. حلو جدا. هم يعني كانوا متوسمين فيه ان انا بقى امري. لو تفتكر العدة. اه. اللي في ايطاليا. اللي في ايطاليا حاجة زي كده. اه. وكانوا قصير كده. فكانوا متوسمين فيه ان هم يبتدوا يعني يعني اديها امري بتاعنا. طريق. بس بعدين اه لكابت صالح ام تكلمني اه. قال ليه اه. بتروح بلد ساعة. ايه اللي انت فيه ده. يعني قاعد طمعا لكابت صالح. اه. معي. معك بتنطلق سليم كمان برضو. وكان بيكلمني. في اللحزة دي قلت له طب كيف انا عايزي يعني اترجع بطوله هرجع. خلاص منتشايفه خلاص ارجع. بس النادي يعني. طبعا في الوقت ده انا تشتت. تشتت جامل جدا. فكرة تنشدت انك تفضل وكمل. عشان كده بقول له هو القرارات. طبعا. يعني انا كنت تفكر ان انت رجعتها مسلا عشان مسلا قوي جبك اصابة في التانية فازهقت. لكن انت. لكن انت بتكلم ان ان الدنيا نكت جميلة يعني. نا جميلة جدا. بلد جميلة. وكنت قاعد في العاصمة. يعني مسلا. كان عبد المتحة عبدالي. موجود في اماكن في هناك. كلهم ممكن يكونوا في مكان. دي نزلي بقى. اه. 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 زي مسلا. كجالي. اه. اه. مش في العاصمة. اغدى النظر. اه. بالنسبة لك المدينة جميلة اه. بس في مكان مسلا بعيد عن مدينة يعني زي اسطنبول او اه. او انجارة اللي هي العاصمة. بس دنيا كانت لطيفة بس سوكا معاول ديتي ساعتها. عاعدة معايا فانا مش اش ناصق حاجة. اه. بس في الوقت دا الجاني اللي مانس عن دقائمي مرتين اول كانت عبدالصادق في الوقت دا. وزي. يعني الليفل كرة اعلى. فلوس كويسة. اه. بوس هي دي بقى. ما هو اصلي دي القصة. العافة. العافة الازالية بتاع تلاقيبت الكرة في مصر. انا عايز اخدها منك بقى لان انا عارف ان انت. يعني اللي زعاني ايه بقى. اه. انك اما تيجي تعمل كده وترجع. عشان النادي مسلا فيطلع كلام انك رجعت مش عشان اه. حد يكلمك فانت عشان خطر النادي اقلي رجعت. لا يطلع كلام تاني. انت كنت عايز ترجع. ان انا عايز ارجع. وان انا. ايه. بقى دي بقى. اللي زعل. وما يكون كمان بيقولها راجل كان في الموقف نفسه وكبير في السن. وعارف. فما ينفعش ان ايه يبقى في عملية ان انا خبي او ان انا اقول حاجة. باير حاجة. باير حاجة. باير حاجة. باير حاجة. يعني اولا يعني تقل الله يعني تخلي عارف نضمير يعني. ايش. فهي دي الفكرة. بس دي. لكن انا. انت رجعت ابو انا انا تطلع. اه. اه. وصالها سريع. اه. نمعين. وتقال ان انت لقى رجعت اذا كان عايز يرجع وانا نرجع. اه. اه. بس انت اولا انت شبه وقت كده خاصة. يعني المبلغ والفلوس والمكان والحياة والمستقبل. كان اختلاف. وعايز اقول لي هو القرار ضير حياتي في حاجات كثير جدا. يعني انا حقيقة ايش للافضل يعني. بس اه. اه رجعت النادي ايدي وانا وما حب. ومياء وجميلة. وكملت وروحت مطهب مصر ولعبت مطشط كبيرة. وخدت طولة افريقيا وخدت السوبر افريقيا وخدت كسب مصر. بس التاس التاني كان. فكرة تانية. كان طريق تاني. فكرة تانية انت راح مع. انت تانية. اه. وهي دي قرارات عشان كده. احنا يعني اه برضو لازم تروح لصلاح. ان اه تفكيره وقراراته. بناء انا على تيم معاه. احنا ما كانش عندنا ده. انت مع نفسك. اه. او مع اخوك او مع باباك. انت فات. اشتراك الاهل ساعتها? لا ما اشتراني اه دي حقيق. اه. يعني رفع فلوس لامتارك. اه. كانت ساعتها اه. اه. كانت ساعتها. اه. بس جيت بقى اعمل سلاح ده اللي انت عايزه طبعا. في الناس. انا هقولك بالله العظيم والله العظيم عبد الرحمن. انا مضيت على بياض. بس اكري انا انا كلمة دي بتغزني او. اه. مضي. بس خد بالك دلوقتي هي بتتقال مضيت على بياض بس انا اشتغلت في القصة دي يعني. انا غير. هو الامضة على بياض نفسها في حد ذاتها بتحصل فعلا. بس اللي عندي عرب ويالبكم اتفق. بس انا 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 الموضوع. اتفقت ومضيت. موضوع الانتفاق. ان انا ان انا كانوا النادي الاهلي عارف في المنطقة دي ان لأ ان الاولاد الزغيرين هما رايحين في حتة تانية خلاص الموضوع بقى مفتوح. او عيد فتح. يعني انا وابراهيم سعيد انا بدون ذكر اسم مين اللي طلب مين ان هو ييجي في الوقت ده. تركيا وقاعد يكاليني يقولي انا هاييلك. لعيد كبير يعني. لعيد كبير جدا. اللي خالز اكل لعب في تركيا خلاص انا. مسؤول كبير كمان كان في الوقت. يعني اللعيب ومسؤول مش فاهم. يعني العيد. بقى مسؤول. بقى. اه اوكي. انا انا هجيلك اقولي انا هجيلك. انا فهم. لان الموضوع خلاص بقى مفيش عقد موجود فانت. هنا بتلعن ببلاش وانك بقى بتاخد وضعية اللعب المحترف اللي اللي بتاخد مدين بشكل جيد. والموضوع ماما. او مامشيش. فهو فضل. اوكي. فانت خلاص بقى ان النادي العيد بيفكر بشكل مختلف ان لأ الموضوع هتلاقي الناس بتتسرسب منك. هنا بقى ابتدى. يغير الفكرة شوية. الفكرة شوية. فمسلا عمل عقد احسن افضل لنفس المبلغ مسلا كنت طالبه مسلا. نعم. فخلاص مدام هو. فانا مضيت على بلاد فضل. بس انا. يعني انت رجعت من عادة تركيا على فلوس شبهة بتاع التركيا. اه شبهة لأ. مدعمة في الشبهة برضه. المراجعة ليه. النادي محتاجك. النادي محتاجك. يعني هتسيم فلوس هناك. وتسيم كريل اوروبي. وتسيم الكلام ده. وترجع. تماما الاني طبعا حاجة عمله قبل. انت برضو يعني. النادي محتاجك. حاجة غريبة. كلمة النادي محتاجك. دي عط تحت لابت. اخيرو ما دي شيء بقى حقيقية. يعني. لأ. يعني برضي انا. ولا انا شوية زهق من الغربة برضو. انا شوية زهق من اللغة. نسبالي انا. لأ اللغة ما كانش فيه مش كده. خلاص انا خدت ابتدت اه 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 انا اعرف انه هو. يعني برضو اه التركي مش صعب قوي بالنسبانا ده في شوية كلام كده تقدر. وشوية عادات قريب. لان برضو اما احنا. ورايبين من ناو. اه. فلأ. هو فكرة انك. النادي محتاجك. ونجمي كبير. واستورة في اه 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 صالح. هيقول لك ايه رجع. هتقولي انت ازاي اقول لك هو كده. الوضع دلات اختلاق. انا واحد يجي يقولي. انت بتاخد جنيه. تعال اخد نص جنيه. انا اقول له خلص حاضر مشي. طب ما انا انا نيه برضو. مش بقول لك انا شفت ارضات اخدتها. رجعتني. يعني انا رجع بقلو رزقا. طبعا مش اعافة. فهمم? قلت. لاش ان الكلمة دي اتزع على الناس. لا 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 خالص خالص. وقلت. يعني انا ما قلت شايف. حقيقا ما قلت شايف. اه يعني اما عدت فكرة ما قلت بس. كان ممكن توصل فين لو في الاحتراء. لا كتير. لما قلت تفكر دلوقتي. كتير كتير. فين يعني شو ممكن تلعب. لا. اروح بقى انا دوري تاني. اروح منطقة تانية. خصوصا اخلي بالك. انت انا كان تأسيسي تأسيسي قوي انا. اه. فلما تبتدي تاخد بقى شكل الاوروبية اكتر في الاداء في التعامل في الفكر. لا اتروح لمنطقة تانية. طب وانت عشان برضو اوصل لك السؤال. انت مسلا دلوقتي تتفرج على مصطفى محمد مسلا في اللحظة دي. هو في الهدفين. طب في هدفة. طيب ايه. يعني تاني. انت دلوقتي انت بتتفرج. كان ممكن ابقى بلعب فاني. او كان ممكن لو انت بتلعب دلوقتي. ما ادف شغل. انت حاسس. اه لا امكانية انا اقول لها مسلا هو يمكن الناس كتير كان ممكن اللعيبة تقول لك اتأكد على المعنى. انا مسلا منشست الولايات التكن كان عايزيني هنا عن 17 سنة. كنت انا وسال عرض الحفيز وده حقيقي يعني كان عرض حقيقي. منشست الولايات التكن عرضي حقيقي. انا كنا منتخب مصر كنا بنلعب دورة دولية في. انا عايزك نجد تغير. انا عايزك نجد تغير. انا عايزك نتعاقد. لا اتعاقد وبقى الساعة. لعب صغير ولعبة صغيرة. خصي في الاكاديمية. بس كان يوم ظروف بقامة ديع واتفاق مادنة النادي اللي قالي انك لا. مسلا اه. تفهمي. ده حقيقي انا ماش بكلام. انت انت وسال عبد الحفيز. انا وسال كان وليس العبداللطيف. وليس العبداللطيف في الزمان. اه. كان منشست الولايات عايزك. هو قال التصريح ده على فكرة والناس كلها عادت تضحك لك ان ده بجد. حقيقي. يعني. تعرفت انين انه. يعني. تواصل احنا هناك. اه. كان موجود. اه. كان بتحيمة طول انا عارف يعني. اه طبعا طبعا طبعا. بس فايدي ان انت انت مؤهل ان انت كلاعب بمعاراتك بسنك سوامك. تطور. تبني عليه بقى من بدري ومنصر. يعني بس فايدي. ما تيجي تاخد قرار بقى بالرجوع دي كانت كارثة. يعني انا بعد كده. طارد راقت ان انت حملت جريمة. طلت وشفت. كارثة كارثة كبيرة جدا. ممكن في حياتي المهنية في الكورة. ايو. انك اه. ممكن الناس يقول لك. طيب تبتدي من اولو جديد. اه مش هبتدي من اولو جديد. اه. ونشوف اه. مدرم بيحبك بيكرهك اه. ادارة. لا والسنة برضو. بعد تقول. لا يعني. اه. هنا هقولك برضو. في اوقات. بتحصل. ان مسلا انت مشيت. ومش بمزاجنا. فا. يعني. اه. فيش رجوع بقى خلاص. لا لا. هترجع بس مش اه. مش هتبس. اه. اه. اوكي. انت هترجع. يعني انت مشي الغصب عندنا. او مشيت يعني. عكس ارادتنا. فانت لما ترجع. لا تعال بقى دفعك. يعني والله العظيم انا قلت. يعني انا قلت. انا قلت. اي قلت انا قلت. انا قلت. انا قلت. بس يعني دفعت الحساب لما رجعت. اه اه. في جزء كبير اه. جزء كبير منه السبب طبعا. في اه. بس انا اصابة حصلت ما اهتمتش بيها. اه. ما هكذا يعني في حاجاتك انا بولتك في الاول في حاجات انا السبب فيها طبعا. طبعا. اه. طب خلينا انا دينو طب كويس. في الكريب بتاعك عموما. اي بقى. خلينا اقول كده ان القرار كان مهم يعني كان خلق عن قرار رجوع من التركات. ايه قرارات التانية يعني مسلا خنائك خنائتها ما كان شرية لازم اقصرت. ايه. ايه. بالروس ايه. انا بتاع اه وجود. قرار تاني بقى اقول لك. قرار انا شافه ان هو كان غلط. ان انا مشيت من ناديل اه. ان انا قلت لأ خلاص همشي من ناديل اه. ان قرار غلط. ده بعد كم سنة من الرجوع بقى. بعد ثلاث سنين. ام. ان انا ده كان قرار غلط جدا. وقودي. كان بناعه رغبتك. مش رغبتي ورغبة نادي وانا. اوك. ان انا اتقال لي انت مش هتلعب. وش كده في بداية الموسيب. بس انا مقايد. فانت خلما في طولهم لا انا عمش انا قاعد. انا قاعد. انا قاعد. انا لو كنت استنيت السنة دي. كان ساعتها النادي الاهلي في الوقت ده كان بيعاني مسلا ايه. من بكرايت مش موجود. فاكر انت تلاقي محمد فضل بيلعب بكرايت. ايه فاكر. فاكر انت مش عارف ايه اه اه برضو في بعض اللعيبة اللي جمت. مش عارب نفس اه. فاكر. فانت كفرود محتاج نوعيات مهينة تبقى حواليك عشان. تنجح. اه. السنة اللي بقى اللي انا مشيت فيها. جيمين بقى. ايوة. ابو تريكا. اه اه. بص انا كوي. في يناير جاء ابو تريكا. اه. وحسن مصطفى. وحسن مصطفى. اه. 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 وابعد كده. اه. وبعد كده. اه. وبعد كده. اه. طبعا. في في السيس بقى عاصل بركاته الدستوري بقى. عاصل بركات. مش عارف مين. كده يا تفاهم فان. فانت تخيل انت كفرود. موجود. واشمع لك وجلبرت ومش عارف مين. وآآ. وجنبك فرود زي مدمتعب وآآ. 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 فلافيو. وانت موجود والمنافسة موجودة. منافسة. كانت امور اختلف. اه. اه. امور تختلف. اعنا. انا كتكورة بتيجي كرس كده. ايه. مشي معدية. بنلحق قبل. اتخلش جور. يعني. في يعني كان في صعوبة انك تجيلك. اه في وقت ما وقت. اه. فورصة يعني. كنا بنستغلها في ايه. بنصف فورصة يعني. لان احنا في وقتنا كان الفورصة. هو ممكن تبقى ربع ساعة. الفورصة ممكن تكون اه. فورصة جات لك ما جبتهاش جول. خلاص تبشتها بالنقش اللي بعد. وانت. فاهم. فالوضع لا. الوضع. فانا بقول لك. كنا عندي كم سنة وانا ممشت. باتري اول. اول. ام. اوي ان انا كمان فرقت في ان انا كامل في مكان فورصة. اه. انت فاهم. يعني على اقل لما ضحيت بقى بتركيا بقى خلاصة كارير بقى طويل. بس 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 خطبك يعني انت انت ممشت من انت عندي خمسة عشرين سنة من الاهلي دي. لأ انت اسمك دولة مرتبط بالاهلي زي الناس اللي اللي بص اللي لعمل بالخمسة سنة فانا يعني. انا انا متفاجئ اصلا مع ان انا تفرجت عالفترة دي. بس لا بس طبعا هو اول انا واحد من بواد النادي يعني مع انت 13 سنة الى 14 سنة في النادي. ام. وكان اسمي متردد في كل حتة الحمد لله في الكورة يعني في الاهلي يعني. ام. اه نفيروت كويس نلعب مع حسن حسن او ولعب اه في منتخب مصر مع حسن حسن. فدي حاجة مش سهلة يعني. وفي نفس الوقت طبعا اه احنا خدنا بطول قطة يعني في الوقت ده. يعني ما نيجي نبس في ماتشات كمان لها علامات باريزة فليت الفكورة يعني مرد ستة واحد. اه. وخالي البيب وهو انا والسراع الدين والاسمان اللي معوجودة. بطولة افريقيا اللي بقى كانت غايبة بلها فترة بناخدها. وموجودك كمان مع سيد يعني نعيبك زي سيد عبدالحافيز برايم سعيد كل النعيبة دي. ومرتك ما هو اسم. هو برايم سعيد ده غير دلوقتي حتى لو ما رايز زمانك لعب نادي الاهلي. صح. سيد اه بطة البدري. بس. ده اول اصابات عاريته ده. بالزبط. فعيتي الاختباط برضو ده. ان الناسس عارفة محمد يعني. عمد الله يعني. دي برضو بتاعت ربنا برضو في الاخرة. بس يعني. طب على ذكر الماتشات الكبيرة بقى يعني طبعا في ماتشين عمنا في ماتش اول لانتصار التاريخي وفي ماتش كان امتع ماتش دريبا في تاريخ الدورة المصري طبعا. قلت لعبت الماتشين دول ماتش الستة واحد وماتش الاسماعية الربع اربع اربع. قلنا نتكلم عن ماتش الستة واحد اولا. انا فاكر كويس برضو ماتش ده كان فيه قبل ما نجدت لأوتوفيستر. ان انا ان انا بدأوا جماهير الزمالك بالاحتفال بالفوز على الله. انا فاكر كويس جدا. لا وخلي بالك الزمالك انكسر كمان كان هيخش في في المنافسة بقوة على الدورة. كان لسه يبقى فاضل اربع ماتشات تقريبا او ثلاث ماتشات. كان فنيا وقتها الزمالك اقوى يعني في حالة فنية اقوى. ودي بعديا المحقول قلت لك لقص مهما كان انت اعلى مالهاش كبير يعني زمالك اعلى او الاهلي اعلى. مالهاش كبير. طب انت ماتش ده قبليه كانت الاجواء. عندكو عامل ازاي? لأ الاجواء ما كانتش اه يعني اللي هو ايه يعني عايزين نعدل ماتش. خلي بالك احنا كنا بعيد اول دور الاول. بتدينا نقرب في الدور التاني. ففوزنا عالزمالك هيخلينا نقرب من الاسماعيلي. ويبقى ما بيننا وما بين اسماعيلي المباراة اللي هنالعبها نكسب نقرب من الدورة. عدينا اللي اسماعيلي. وبردو زمالك على فاكرة بقولك كان في الصورة. كان في الصورة مش بعيد يعني كان قريب جدا. بس انتو كنتو فنان حسين الفراسكة في المصر مش كبير. اه. ده حيب. بس. وبعدين كان ساعدها بقى فوائن. حسن وابراهيم هناك. وآآ طريق الساعد طريق الساعد حازم امام كان موض في المصر ده. مش رتبعي. اه مش رتبعي. اه مش رتبعي. ده علامة ده. ده أسمى استرقه. كان الماتش ده يعني. يعني. بس الاتنين موجودين يعني. بس. اه. بس كانوا بيلعبه ماتش. اه. بقى انت الحلم طولان كان موجود مدرب ومشي قبلها بشوية. اه. دقريبا. انا عزب ما اتذكر. فانتو داخلين الماتش اللي هو. انا سهل. بس هي فكرة البداية. البداية بتاعتنا احنا. كتايا البداية. انك تكي تيجيب جول ونضر شحعتها. اكي تجيب جول بعدها. اتنين. تلاتة. ما كنت مصدق السيناريو وانت بقى ماتش. لا الحقيقة. انا عايز اقول لي حاجة انا مسلا ان زيت. انا ما شايف الملعب بقى انت بتبقى عاد انا قاعد احتياطي. فجوزين ما بين الشوطين قال لي انت هتنزل. انا عايزة زود عدد. تلاتة واحد. اه. قال لك جوزين قال لك انا عايزة عامل في زود. اه ما هو بينزيني انا فروت. اه. لا يعني شايف الملعب من برا حاجة يعني. لا لا لا. يعني فرح كان في الملعب بالدنيا. اه. الاخر. وحالة اللعيبة بتاعة الناس الزمانية كمان. غريبة. ايه. والغريبة انه يكون حالة اللعيبة عاملة كده في ظل وجود واحد زي حسام حسن. اللي هو يعني قائد في الملعب غير طبيعي. لكن خلاص. نضع. فجوزين قال لك انا عزيني تسول. عزيني تسول. ده برضو حالة غريبة. ما ما خافش مسلا دنيا تقلب. لا. لا. بالعكس. بس. خليبانك برضه. شايف. الحالة. بس بقى انا نزلت انا مستعجل جدا ان انا عايز اجيب. بس ما خدش في القصة دي. انا خدون ايه. عسف الشرين التخيل بقى. اه. انا روح بروح مستعجل. عايز اجيب. فما الجيش. فيه كورة انا متذكرة. اه جات لي. كورة دي انا اصلا ما بضععاش كورة بالعمارة دا يعني. يعني. بس في عناية وانا بقصة. وانا ما بيني انا ما بيني عبدالنصف اما يعني خطوة. اردتيك. وكورة مرفوعة بالسم صراحة من اهو هنا. انا تفكيري انها كورة بول انا مش اضيعها. اللاحزة التفكير دي نص جزء من الثانية دي. عادت. اه. افكر بقى اروح لعمارة. افكر اروح للجمهير. احتفلت اما كورة اتبقى في الشبك. حتى المنصف كان وياش يعني لو كورة دي لو جات لو ده قرفت نجيبها. امم. اموسف واقف. اجيبها اه اموسف واقف. ضاحت انا حتى ايه ده. يعني ده. اعايز اقولك انا خرجت ان الملعب كتذكرة سليمة ان ارحمون. انزعلان جدا انا قولي ازاي تبقى على كورة زيها كده. طيب خلاص بك اتطر انا زعلان انا 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 حازين جدا ماتش كالس. وانا ما جبتش يعني تمام? وفي لقطة انا وبيبو كان عسل اول. بيبو جميل. طيب بيبو واعف. صح ازي جيب جول. ازي جيب جول للنبي. لقطة دي افعال تليفزيون بانك? اه في الجولة السامس. اوكي. لا. وانا بقول له لا. اه. بس اللقطة في الجولة الخامس بيبو رايح من ناحية المينو عمال يبص. انا في اللقطة المؤرر وعاية اللي نزلت دافع فيه. يعني الكرة راحت كده عند نص ملعبنا? كمن. فانا اروح. اه. في اللقطة دي اتردد جات لي بينه. مرتد. افضل قاعد ايه يبص. يرضى اللي يبص. يبص. فمع لا. لسه انا بايجي من غورك بايد. لا اعتقل انا على اللسه. شارك هو. شارك جا الجولة الخامن تقريبه كان الخامس. قالي ما انا استنيت يا جولة طبعا فماتش ده بقى انت بتكلم بسلا على بالزاد حسن حسن طبعا مشان بقى يعني زي ما انت قلت هو لعيب ما يمتعش يفسر ستة طبعا. هو كان عملت ازا جولة ملعب يعني. لأ هو اللعيبة كلها الحيوم نشفى باشو 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 باشو. لا يعني. فعلت يزعق اللعيبة. لا خلاص في وقت ما. ولا سلم بقى. في وقت فيها التسليم. كان ممكن بقى غاية تلاتة. الغاية اما هو جابه الجولة. اه هو جابه الجولة والجمالي اللي خرجت رجعته بقصة دي اه. طب معلش برضو. يعني. ودي حاجة انا عايزة تلاتة بجد يعني بأمانة. جوة الملعب. انا سمعت برضو ان ايه. في لعيبة مثلا من الزمالة بدا تقلم ان هو. اه. برو خلاص بقى واحدة. فعلا. اه. اه. اتقال. وفي لعيبة كتسكة خلص خلاص لهوا يعني. بس يعني. يعني ايه برضو لعيبة الخصم هو منتظر ان الخصم يعني يرقف بها لأساس ايه يعني. ولا ولا بتمشي ازاي. ايه. انا عارف فخم الزمالة مسلا. اه. لا لعم الزمالة هو فخم ان انت مسلا ايه. بتهمد اللي قدامك مش اكتر يعني. عملية تهميد يعني. فلا انا في العيبة مسلا انت بتبطع اليهم يعني. حاس ان هو بيبرق. عارف انت ما التسهين ده. اه 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 ايه ده اللي بيحصل والدنيا. طبعا هو ماتش يعني ما اتكررش دلوقتي. وكان ممكن اتكرر لكن اه اسان فيه برضو. ما بيحصلش كتير يعني. فام لا طبعا كان حالة العيبة فالناز زمالة فالوقتي ده. قد صعب اهو يعني. قد صعب اهو. حقيقا ممكن متكررش تاني بنرغم ممكن تلاقي الزمالة في اوحي حالته من المكانة يعني منجيل. اه. يعني جيل ده كان جيل جامد. بزرد. بالزرد. اه. يعني ممكن تلاقي الزمالة جيل تبيلع في اه اه مسلا جيل اه السنة دي او السنة اللي فاتت. طب انت عشت ماتش زي ده بقى انت فهم يعني كان الاهلي عطاقت في البطولة العربية تسر من الاسماعيلي سكور مرة اه مش عارف اه فيه ماتشات كانت برضو كده بالنسبة للاهلي برضو كانت. دعنا فتش عود. بس انت ملاحبتش ماتش. ايه اسوأ ماتش انت لعبته كانت يعني تسرت فيه مسلا بنتيجة معرفش. نعم مفيش. اه لا هقولك بس كت هقولك ماتش كنا ملاب اسماعيلي في الاسماعيلية. ايوة. ويه كنا مغلبين في الشوت عليها تلاتة صفر. تلاتة صفر. اه انا عملت ضرب الجزاء علينا. فدي كت مصيرها ده. اتمنى بس تشترعها من الدرجة. لا كنت كت كورة كورنر. اه وايك على العرضة القريبة. عشان طلع. فكورة جات علي فانا جات خبطت فعبال ما ايه خبطت عشان اخدها وشوت قدام. راح جيه مش عارف مين دي اسماعيلي. جيه قدامي راح واخدها فانا بطلع كده راح هو ضرب الجزاء. فالتلاتة صفر بقى انت ازاي? يعني افل اسماعيلية واسماعيلية ساعية تبقى الجمهور مش عايز اقول لك. حاجة يعني اه نرجع للماتش تلاتة تلاتة. انا اجيب جول واجيب ضرب الجزاء لينا. اه يعني برشاط ابراهيم سعيد. وبعد كده اه تلاتة تلاتة واخر دي اه بركات تجيبت جون الرابع ليه. اربعة تلاتة. اه. ممكن الماتش الوحيد بس انا عايز اقول لك انا شخصيا خدتي مستمتع. هلعيب كورة في ماتش اربعة اربعة واربعة تلاتة انا في غاية الاستمتع. بكورة وزماية دي والناس. ومكورة ومكورة وماتش يميلة. حاجة جميلة حقيقة تجيئة كمان. استددت وهي ملينا حتى احنا بروح للنعب المصري. ولا المنصورة ولا. بغزوة. حاجة يعني اه. حاجة ممتعة. الله افعان لعيب هذه الحياة في الوقت العادة. فده ماتش لا انا يعني ما حضرتش ماتشاط ممكن يكون. اتغلدنا فيها. وبسكور. ما فيش خلاص الحمد لله في الوقت. لان هكونا فيها قتيلة يعني. برضو وفرة لما يكون معايز امير كمونة ولا آآ آآ هادي خشبة والسلاح الدين. آآ عصام الحاضري كان بليها كانت تشوف بنا للحقت برضو شوية. مم. فوسام عرابي. يعني برضو لأ يعني كنا على مدار الكام سنة لان لاتفيوم. لأ كان. مم. مخسرش. حتى في افريقيا يعني. يعني رجعنا افريقيا الفين واحد. بقوة. يعني كان اول بطولة بقى نلعب بطولة افريقيا. بقوة كان ناخدنا البطول. من سان داونس. طب. من سان داونس. من سان داونس. كان فريق جامل برضو على فكرة. فريق ده انا فجئت بيه كان اول مرة يمكن نسمع عن سان داونس في الطولة افريقيا. مم. ادير فكرة يعني. طيب المنشي التاني كان الالي والاسماعيدي الربع اربع. ده احنا قلنا ممتشنين. اه اه اه. ده كان برضو ملابساته ان المفترض لازم مفيش مفرد غير انك نكو فوزه علشان تخش في. يعني كان عندنا فرصة حتى لو ما كناش في وزنا يعني. لان احنا هتعدلنا. وكنا ماتش محله. اه. كان بعد كنا ماتش محله لو كنا كسدنا وماتش المعنين كان بعده وكنا هناخد الدورة. التعادل كان مع الاسماعيلي كان يعني برضو. كان كويس بشوح. اه. لكن طبعا ده ما حصلش يعني ان انت تكسبت كت اه يعني ماتش طبعا ناس اه قمة دلوقتي. قمة دلوقتي. اه ناس لغاية دلوقتي بيتكلموا عنه. ماتش تستمتع بالخصر. وده مش كتير. عشان كده احنا هالوقات لما بتفرج عالدورة انجليزي. اكيد العيب دي بتروح مبسوطة. حتى لو ايه مغلوبة. ايه. انت فاهم? مم. كوالة الكورة. اه كوالة الكورة. تبتين جنيه. قربانك في ماتشات زي كده انت ما بتحسش بتعب. يعني انت ماتشات زي كده. يعني لما بتروح. اه. بتنام. مم. الرتمي بيناسيك زي انت تتكلم كده. فايا دي كانت متعة صراحة في الماتش. والحقيقة انا برضو ايه جزيه برضو جرقته في الماتشات اللي زي كده. حقيقة كان هايل الحقيقة في في الماتش ده كمان. لان انت برضو خارج اه من الماتش زي مالك. وعايز تكسب الماتش. فانت بتلعب بتشكيلة معينة. وفي الشروط التاني اموت بتتغير. فبتنزل وليس صلاح الدين بتوسط بتنزل على ابراهيم. حد بقى يساعد انت تجيبي جوان ما بتدفعش يعني انا. اه. برغم ايها كنا مسلا كاسمعينة اربعة تلاتة. اسماعيل هو اللي اتعدل معا. اه اه بضربة بزر. اه. اه. كان المواضنية بالنسبانة كان جميل. لصراحة انا استمدعت بالجمهور اللي كان موجود بالهينة وهينك صراحة. يعني سواء الاهلي او. لابت موسيقى في المادريد. اه لا كنت موجود بارمناتش. موسيقى في المادريد. اه ده يعني. عامل اعلان مع روبورت كالس. مع بيفسي. اه. اه. مع بيفسي اه. فراحة اللي روبورت كالس ياخد انتو شدت مرداشي الدارة. اه. شدت شدت باعلي انا خطت. صح وراحة عشمان بقى احنا زم ده يعني. اه اه. موسيقى الكلمان بتحصل الاعلانات انت بتصور في حيطة هوم يصور في حيطة. اه ممكن. دعت علينا عليه. طب بالاخر حاجة يعني قبل ما خشت في قصة الاعلام. اه المنتخب يعني. المنتخب طبعا مع كابتن العدد. وحسام حسن قعد في وقت الملوات. اه اه. لا هو فيه مش 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 قعد بالكامل فيه ماتش. اه. يعني كده يعني. اه. دي موقف انت في الملعب. اه. لا مش في الملعب. احنا كنا في دورة دولية في يرون. فالكابتن جاري عايزي لعبني يعني. كان عايزي لأني على حساب حساب حسن. فطبع ما يفعش قعد حساب حسن من غير ما يقول له. اه. فالي ابو قال له. اه. حساب طبع تعرف كابت ابن جاري عنده وكان الله ارحمه لا اضغل يا حساب. احنا نلعب الولد اللي اسمه فاروق الصغير. بس انا بيتحكيلي لان انا. ما حضر دي سنوات. لا ما حضر ايه. ما كنا ممكن اتدرس ايه. بس فقال له انا. اللي انا عرفته بقى ان اه كانت حسن مرح اه كانت ابراهيم قال له الحق. اذا كذا فاروق عايزي لعب فاروق تو كده. وده اه كان اه اكتر اه. اه اعلى ان دك ساعتك كانت حسن. برضو كانت انا شخصين واحد برا. انا رجل اه انا خايف. انت اه عشان كده تبقى انت ما يكون في نجمي كبير زي حسام حسن. انت بتلعب عليه في حتى رفمات شويندي يعني. كده على سبيل التجربة دي حاجة بنت لازينة يعني. اه. انت صعب اه. خصو انت اه في نوعية لعيبة زي حسام حسن ما تقبلش ده. ده ما تقبلش انها تخرج اصلا من المرعب وهي بتلعب اساسية. بس يعني. والله هي بتصفاد كاس العالم برضو. ده بتصفاد متشوات مهمة اوه هي. فيه مسلا موقف بتقندر السعيد ده. اه ده انت واقف الناحية التانية فقط. انا اماما. مارو دخل معاه في البرنامج. انا طارج كنت بسطة. كانت زمانة في حيات التانية عسي بوس. ماتش زي ده. مغرب. انت في الوقت ده. صاش كاس عالم اصلا. ده تسعين. ما توصلش. فانت كورة واحدة كانت ممكن تخليك في حياتة تانية. ماتش. اجب صفر صفر. جات له الكورة. جات له الكورة اللي عابل اللي معاه ويقع. ام. يعني اللي عابل اللي معاه ويقع. فبقى رايحه العابس وانا. الناحية اليمين. يعني انا يمينه. في العابة بالعرض. جول. رأس الجول. طب العابة بقى بقى انتو اضطرف. العابة بالعرض. انت سهلت لي مواما رقصت في جونة جون فاضي بقى. ما اقول لك اصلا لو كنت جيبت الجول كنت اطلب التغيير. ليه بقى? ايه كنت مصاب. اصلا. جالي مزل في الخلفية. ابل عشر قبل خمس دقايق. اه. يعني جالي مزل في الخلفية. فطريق انا يعني يعني ارعب انا اجيب جول اطلب التغيير. بقى قاعد وانا مصاب قليلا. لعبت وانتم. اه ده كملت على اساس ان انا يعني انا. طبعا ما احتملش. ما احتملش انا تغير اه في الوقت ده كان ساعتها جمهور في مصف. فاروق وجوده بماكس. او بيجيب جول. فرصة بيجيب. فانا برضو جمهور وكانت مجاري وحطت امل عليها. انا اصف يعني طبعا فلا اطريق واحتريحي هو بقى. بعد ما يعني ايه ده. انا مش مسانده اصلا ان هو يلعبها بالشكل ده. يعني اولك مسلا حلو. اللي انا طريق له كبير. طبعا. يعني ترئيسة وهو متعود عليها. اذا هو حتى مش عايز عايز يطمع فيها يحطها في لكن محطات اطريق ببرة ايه. انا مسال ان هي كابوس دايما هو هو كابوس لي وطرده انا متأكد. هو? نا انا مستقاش ناوش نامسي ساو بورة للجد. اه لا مستقاش. خلي بالك اتعاملت بعد كده. اه. ان كور زي كده بديك بركات. اه في مصر الجزائر. لا بس برضو. محبب عمارة. لأ بركات عمق يعني. محبب عمارة محبب عمارة. بس هي اهم دول الكوردين. كابتن محبب عمارة. اه. 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 انا اه. اه. انا لو عوجود الجلوقتي هيبع عندي. اه. اه. انا بتليت كمان السوشيال ميديا متأخر جدا يعني يعني من دي الساعة نعم السنين قريبة يعني بس كده من القصة اختلفة طب طب ما بقاركش دلوقتي احنا بنتكلم مثلا انه انه مثلا اللعيب في مصر ما اسمع مثلا حسيني شحاك جدد من خمستاشر آآ باسمع امام جي مش عارف من خمستاشر يعني الارقام دلوقتي اللي في مصر باسمع عزيزه آآ تلاتين حاجات كده يعني آآ لو انت كنت ترعب دلوقتي كان لأ انا مش هقول لك انا لو كنت بلعبنا خلينا هاخد زي ما الناس بتاخد يعني مش هعلي يعني غلاص لان هو سوء بس انا اقول لك انا ما ينفعش كنيدي او كنيدي عايز اشتري حد اروح اشوف اللاعب اخر ثلاث شهور بيعمل ايه وقيمه بقى وديره المبلغ اللي هو عايزه لأ ما هو ما ينفعش ما انا فيه واحد يقعد اربع سنين مضى العقد بتاعه ما بيعملش حاليا ويجي اربع الاربع سنين اه يجي اخر ثلاث شهور هدف الفريق هو ده تقييم ان انا بقى اديره او مش هدف الارب بيجيب يجوان بيلعب كويس هديره بقى المبلغ اللي هو طالب معقولة فده بيحصل 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 حصل ان انا اخر ثلاث شهور اللعيب مسلا فاق طب انت فين من اربع سنين فدي عملي التقييم ومن خلال التقييم انا بديك مش فيه سوق بورصة بيحصل بس هي دي الفكرة هي ممكن وقتها برضو ان ثلاث شهور دول ضغطوا يا مهريا بقى فيه بقى اخ نعر يعني ممكن رجل ده لو مش هيروح العين بقى اللعبة كده بقى زهير لزكية مش الاندية وليمت علاقتك بلقاء اللي عاملة ازاي دلوقتي انا عضو عصا في نادي لا ده موضوع وانت واجد وانا عضو بوسع عبد الرحمن خلينا نتفق على الشي لا اصلا انت راجل اللي عبت في ده اه علاقتك دلوقتي اه مثلا في الابنتات موجود مش موجود لا انا انا ما بيتم مش الدعوة بقى انا على شخص اه موجود جوه النادي هو اللي بتحكم في الامور دي معين اه حد وممكن يكون بيوصل اه المسؤولين ان لأ ده يعني ضدنا انا ولا ضد حد انا مش مع حد انا مع شغلي وعايز اقول لأ الحاد اما في مسؤولين جوه النادي دلوقتي جوه النادي دي جوه قناة الاهلي ما كانوا مزعين وكانوا بيقولوا والأضبار ولكن هي بتبقى على حسب مزاج الاشخاص المتحكمين في حاجة زي كده انا ولا هتمحي تاريخي جوه النادي الاهلي ولا هتمحي حبي للنادي الاهلي ولا من الجمهور الاهلي الامور بالنسبة لي انا بعمل شغل ومع الوقت الناس بتاع بتعرف ان لأ انت شخص بتحترم نفسك بتحترم شغلك وبعدين بقى عن وبعدين احنا في الاخر يا عبد الرحمن احنا بنعمل اه بنعمل شغل بنقدم فيه واجب واجب معين في الكارير ده معلومة بننقلها احنا ناقلين معلومة الاعلامي هو ناقل للمعلومة ممكن يبقى عنده رأي خصوصا ما يبقى لعي بكرة وانا ما بقول رأي بقول رأي فني اقولش رأي رأي بران على اهواس عاطية لا انا بقى مش فنوعية دي وانت يعني طب عارف مع عشر فهي الفكرة في كده كن بقى ان الجانب الاخر موجود فيه بناس بتبقى شغالة بتوصل للجارة بصورة مسلا فبتدي اتخد مواقف طب سألت بتزعل مسلا تلاقي انت مسلا تفرج على التلفزيون اتلاقي نجوم الاخر من الزمان ده غد لا انا مش بازع ليه هقول لك وانت مش موجود لان بحس ان فيه نجوم تانية برضو بتتخد معهم نفس المواقف بسبب اراقي او ده مش ده النادي لها في اوقات منهم يروبش تاني لا فيه 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 الناس بيتم دعوتهم في في وقت معين ويتم عادة من دعوتهم في وقت تاني عشان اقل كلمة ولا اخد مواقف ولا ولا مش فكر حد اقللي بس هي من المزاج مش فكر من اقللي ان ده انا بروح في الابتتحاد بس اه ان في روح في الصروة بس لكن لكن احنا ويا ابو اندهب ابو اندهب ابو اندهب ابو اندهب لا هي الفكرة اي اولا وجودي جوه النادي انا انا زي ما بقولك انا ابن النادي مش روح التاريخ بروح وبعوض وابل اصدقائي اعظم لصدرافك يعني انا بعتز جدا بمحمد الجرحي بعتز جدا بمحمد صراج الدين اه ضماطي اه اه كفراوي غزاوي بحب جدا كابت الخطيب اصلا يعني كل دول مع الوزيرة السلوخ اه العامر يعني كل دول لما بنقابلهم العلاقة طبعية هي الفكرة ما قابلكش مثلا مرة كابتن الخطيب بالصدفة البحثة مثلا كنت في النادي قابلته لا 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 في النادي لأ او بره النادي عمومي كنت خطيب اصلا قليل الكلام لا اعتقد اعتقد يعني انا من وجهة نظرة شخصية ما عندوش كلام ده ما عندوش الفكرة الفكرة اللي موجود عند ناس ممكن تبقى حواليه اللي حواليه بس ما قابلت دوش يعني لأ بيت مرة في روتيل سألت عنيه كابتن زي كمحتاج حاجة اسفرص يعني ده اللافتش هو كابتن خطيب اصلا قليل الكلام اه بس فهي دي الفكرة انا كل ده بنحب الخطيب وهو ناجح وانجح انجح رئيس نادي يعني انجح رئيس نادي في التوقيت ده فبالتالي يعني الفكرة انك ليه الموقف الموقف عشان انت ما بتهجمش ادارة اصلا ما تهجمش حاجة هو انت اصلا كمان انا انت بقى انت مسالم يعني انت بقى اقلل النسل اللي بتهجم اصلا فانا مش فاعلة انا ما عندش مهاجمة بص يا رضي رحمة لأ جبت ست لعيبة ست لعيبة لعيب واحد منهم هو اللي لعب يعني ست لعيب السنة دي السنة الفاتة مش ده حصل صح دي حقاية ما في عشو اه نظر تيجي في تص يعني او انا بكمل المعلومة ان في عضو مالصدارة طلع قال ان فريق كرة بيخسر طب مش ده حصل صح يبقى انا اللعيبة اللي انا جبتها دي صرفت عليها فلوس اه والفلوس دي ضعت في الهواء فامتالي انت بتخسر فانت لازم عملية حسابات انت تشتري العيب تكون بحسابات معينة التقييمات معينة مش هاروها عجيب العيب يعني انت قبل يعني منطقي للغاية يعني حتى لو في وجهة نظر معاكسة مسلا عادي ما ادايش يبقى تتاخد اه انا بقولك هو برضو مش من فوق من الحوائر تتاخد ان انا اراه وعلى فكرة ويعني انا موجود ابن النادي الاهلي انا لقيت كورة وحقات البطولات والناس المسؤولة دي او المتعينين دول او الموظفين دول كانوا لما احنا بنكسب وبنتعب وبنشترل وبناخد بطولات كانوا بياخد مكفاءات على حسنا من مكسبنا احنا كالعيب فانا ما بتفعش معايا اكتر من انت يعني ربعا في كبتخطيب انا بقول ان هو بعيد تماما عني حبارات دي تماما انا متأكد تماما ان عقيته انا زكي جدا طيب على مستوى البرنامج كام شخص زعل منك بسادة كبتر رضا عبدالعالج ناصر كلها ناصر كلها ده بس اقري خليبانك وانت بتبقى يعني زياد انا وجهت نظري ودايما انا بسيبك تقول للاخر معلومتك ما بقطعهاش ابدا غير لو عايزة تناقش معاك فيها فرضا عبدالعال بيقول رأيه الفني رأيه الفني طيب انا هم معك ليه تقول رأيك الفني مدام انت ما بتغلطش يعني فجأة في العلام قول رأيك سواء بقى انت معترض موافق قول رأيك من غير ما تغلط في الشخص قدامك او في معسسة القدامك هو بقى قاسي قوي يعني المسلمين المدرب مش كويس في الهلوية المدرب مش كويس اه مسلا كلها عم انا في في ودي تنظر الاهلوية برضو مش ده المدرب بتعلم لا بتقولك خلاص بقى اي لا انا هو بصها هو ريدا مسلا بقى هو جيت نظر ان اي انا عرف في توريا وعش قبل ما يلعب فهم اي 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 في النادي الاهلي هيمسكه هينجح لانها مؤسسة نكحر بتساعد اي حد انه ينجح صح الله مزبوط بس مش اي حد برضو يعني برضو في ناس بتنجح صدق الا في الظروف معينة بتكون الدنيا مش شايفين مش شايفين خالص على هال اليوم هيخرج موسم واخد كاز بطولها جدا اه اه انا 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 السوق برضو كاز مسلا صح كده كانت تنزيزه كده انت فاهم قصدي تتحسل فاني الفكرة فاول رضا بيتكلفه لانه عاش حقيقة رضا اه دخل عاش في جوا النادي الاهلي وعارف قديه المنظومة عاملة ازاي بس وعلى الجانب اخر ما هو بيتكلم على زمالك وبيتكلم على تفاصيل جوا الزمالك ممكن يكون هو زمال كأوي خلاص انتماؤه اه لكن هو بيتكلم بشكل عام وفي الاخر ليه وجه نظر فيه والتطلع او مش من يعني التوقع للي ممكن يحصل مثلا لفريق نجل زمالك او منطفل مصر ومن وجه نظره جيه هو عشان هو عايش عنده خبرات فساعات بتحصل وساعات لأ وساعات لأ بس الاغلب يعني اللي احنا شايفينه انا بتحصل لانه هو لعيد كورة لعيد كورة وعارف فيه كده دواخد كده معين مثلا بيقول رأيه والوجه نظره فانا لازم اسيبك لكن لو قلت معلومة بقى ومعلومة غلط لا انا لا معلومة مش حولة نظر في الناس هنا الفرق تمام هنا الفرق الدور السعودي وقصة اللي حصلة دلوقتي في يعني برضو الأوروبا كلها طبعا بتهاجم الموضوع وحاسين ان هم مش عارفين يسيطروا يعني عارفت الموضوع خارج على سيطرتكم في اي وقت نجم سوبرستار اعتقد ان هي يعني صاحبوا مجموعة من النجوم برضو ان كان بقى هم اه كوبر في السنة يعني اه يعني اي خلي بقى السنة جاه يبقى مقتنف اكتر السنة جاه اللي بعدها يبقى مقتنف فترة يعني انا بفكر تم بسوط من الموضوع ده يعني يعني انا بشوف ان السعودية حطت نفسها على طريق مختلف تماما عن الدوريات العربية والأسوية والأفريقية يعني الطريق ده مبني على امكانيات طبعا ومبني على فكر موجود اكيد فكر موجود تسمع على أرقام يا عبد الرحمن يعني برضو لازم تتخبل يعني طبعا لازم تتخبل فانا انا الصراحة بسق لان انا عندي انا عشت في سعودية شوية فعارف ان الوضع اختلف فكريا بالموضوع علمي اكتر ورؤية بالنسبة لهم وحاجات كتير فانا شاف لأ المنطقة احنا مش فلوس والله بس انا بقول لك الموضوع مش فلوس هو يعني هتشوف النظام مصري مش محتاجة فلوس يعني يعفر ملاعبش عارف والعاد النظام والعاس ما تبقاش منتمي النادي وتيجي على نادي عشان انت منتمي النادي التاني حاجات كتير جدا 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 خلي مالت معهمة برضو على فكرة يعني فكرة السوشيال ميديا والتاريقة الجمهور ده على الجمهور ده ما موجودة موجودة في العالم عادي جدا عادي جدا بس ايا الفكرة بقى هنا انك للأسف للأسف الشديد اللي موجود وبيندير هو بيندير عشان يكمل مش يكمل حتى اه يعني موجود عشان يشتغل بقى في مكان تاني ومكان تالت ومكان رابع مش عشان يفيد المكان ده انت فاهمني فعلا يعني عشان ام موجود في كذا وزيشن مش موجود في مكان ده بس ففيده هو وفيد المنطقة دي ده الأسف الشديد يعني اللي موجودين هم عندهم طموح مختلف طموح أطور غير ان انت طموحك حاجة للكرة في مصر بالمناسبة دلوقتي نجيلك مسؤولين برضو يعني كابسر وحافيز سنين طويلة مدير كرة هو جيلك صديقك يعني كمان وكابتن خلق بيبو دلوقتي تستفيد اعلمان من القصة دي دي يعني لها اي اتبادة خالص خالص انا ما تذكرش نساني عبد حافيز داخل معايا في البرنامج مدخل حتى خلق بيبو ما دخلش برضو بس انا من نوع اني انا مش يعني مش بطلو بحاجة الموضوع شغل اعداد اه بيتكلم او انا اكلم لو في موقف معايا سيد عايز اخش اهلا لو راشد مش شخصين الموضوع مش شغل اه لا خالص خالص هي دي الفكرة فالاخر احنا الحمد لله يعني بيشوف ان البرنامج البريمو عبد الرحمن اخد مكان في البرنامج بالرغم من ضعف امكاناتنا اوكي يعني معندناش رايتس معندناش ماتشاط معندناش اي ولا حتى ساعات بتبقى صور يعني اي فبناعتمد على ان انت عندك جراءة في الرأية وبتدي فرصة ونساحل الانضيوف الموجودة فده جمهور بيحم مع الجمهور برضو بيقيم طبع شوف ان في مصدقية فعندنا اس موجودة عندنا كتير بس ام في حاجة فاكرها اما قلتها يعني كانت قلت يعني شلال ازمة مسلا او لا انا اولا خلتني في قصة عالفوضي بس انا فجيت دي اولا انا عندي وجهة نظر في الكورة انا لعب كورة فلما جيت برونو صافيو انا قد شايف اللعيد ده من اول لمسة اول تحرب وحش وحش طبعا جمهور الاهلي عنده حق انه دفع على لعبته ويسند ودحقه اوكي بس يعني احنا برضو عندنا الحد طلعت البادية على طول اول ملاب قلت ده اه مفيش لا بس اه مش دي الفكرة الفكرة ان انا استضافت كابتر رضا عبدالعن وانا قابلين بيومين كنت متفرج على كابتر متحة شربي وإفهات متحة شربي على مدار التاريخ وفي تقديم التليفيزيون انا احي فعجبتني ادحكة وكان كابتر فاروق عفر وشعال بيه بيه نده إفهات يعني اه عارشي بقى يا اوه سبت في دماغي من الإفهات ده هه فبقول لي كابتر رضا يا رأيك ايف بروسا بيوم فقال لي والله هو مش برازيلي قوي دول يعني مش برازيلي قال لي يعني مش ارد كرة تعارف في الفاظ في الكرة و gera ارد ابن اللازينة ابن العيبة يا شرف الحق جامي يعني ايه بتاعه في مصطلح عرض الكورة دي اللي هو اللعيب اللي هو ايه حرف اوي يعني اللي هو مفروض برازيلي يعني فاوترو يعني قال لي مش ارد كورة طروع يعني قال لي انت كورة انت شافوا ارد قل طويل ممكن ما أكلش موز فلقف فيه بقى جاي من انا بتفرج عشان. انا لو وقت. وفجأة لقيت على الصفحة دي هجوم والعنصري والمتنمر. والاهلي لازم يعني انا 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 عارف. ان احنا دي الفوز انا بالبقى. وانت متنمر ومتعصي. وفي الاخر بروس اجو مش. اي اي اي. بس مش ملعبش ماتش جرماتش واحد يعني. اه ماتش السوبر. اه يعني. بس مش يعني كانتش الموصفحة والعادي. لأ انا شايفها في اطار ان احنا في البلان بتاعنا احنا يعني ان دنيا بسيطة يعني بسطين الدنيا. طالي احنا بان قانطش حدا انا بقى يلا واسه ايه. او الفي جي كده. ايوة فعلا. الفي جي كده يلا. ايش يلا. احنا ما بيحصلش بطير من انت عاوة. ما بيحصلش بطير. احنا بيحصلش بطير. اه بس大家都 بقى في ش業تك كابتون رودا خاصة لا انا كنت اجلد اجلس قالوا السؤال. واقعوا بقى الحك الكاميرا الحمد لله ما بيجيش على ايه. اه انت عارف اه. اه اه لا رضا اه اه خسوا بعدها انت لو اعترضت معاها اللي بتبتدي اه. الحاجة اللي انا بصوم له عليها ان ده رأيه الحقيق. اه برا وجوه. على فكرة هو بتفرج على المرش. يعني في ناس. في ناس. تكر ان او حابب ان هو يعمل الفرقاء. قدرت نظوم كتير. قدت ايام ما كنت بحلل في برامج يعني. ان احنا بنتكلم في حاجة في الكرة ويطلع يقول حاجة تانية خالص. يعني يطلع يقول اه رأي غير اللي كان بيقوله احنا بنتفرج على الماتش. انت مين يا انت مين يا انت مين يا. بقى ترزى برزا جوه. لا. هو كده. هو جي تنظر ويفضل متمسك. وهو عنده الزكاء كمان ودي عجباني فيه. ان هو بيعرف حتى لو هو عايز يغير ويغيرها من غير ما تقاني. لا لطيف هو. وانا ما بفاهمه بس بس طيب. انا يعني وصلت للاخر خليني ايه في اه فقرة كده. اتمنى ان انت ما تهربش منها يعني. ما تهربش منها. اه وهي اسمها ستارت سب سل. ستارت لعيبها يبدأ سب لعيبها عالدكة سل لعيبها عالتبيعه. تمام من التلات لعيبة اللي احنا بنتكلم عليهم. ممكن بقى طب اجيال المختلفة واجيال مع بعض. خليني اقول طارق حامد مروانة عاطية حمدي فتحي. ملو. او مين يلعب? حمدي فتحي. صب سل. حمدي فتحي. عالدكة? لأ يلعب. يلعب. ماشي تمام عالدكة? اه عالدكة مروانة عاطية. سل طارق حد. طارق. تمام. براهم سعيد محمد عبد المنعم وان جمع? اه براهم سعيد محمد اه براهم سعيد يبتدي. اوكي. اه محمد عبد المنعم مع الدكة. اه. والجمع بيه. بيه. اوكي. دي مفاجئة. اه الله ايه مش مفاجئة برضو اختيارات صعبة. حمع منعم اه طلعته عنيفة يعني. اه بقى قوي. اه خلي بالك انا كل اقوال ان الجمعة صخر. انساء الفكرة هنا ان انت بتتكلم في توقيت. فكرنا في الكورة اختلف. صح. صح. ان محمد العيب كورة وابراهيم العيب كورة فانا بحب المنطقة دي تبقى بالسلوب ده قوي. الجمعة كان اما فيه زي. زي ما بيه. اه اه اه. مش هسيبك لحظ. اه كان اما روحت في نادي تاني قوي الجمعة كان يعني ضرب بالسنين. ضرب بالسنين. طبع النجم كبير يعني اشوف كمان محترم عنه. ابراهيم حسن اسلام الشاطر باحمد فتح. ابراهيم حسن ابتدي احمد فتحي اسلام الشاطر بيهو. تمام. اه معلول فدوح سيد معوض. اه معلول. اوكي. ابتدي سيد معوض فدوها بيهو. بس فدوح جامل. صح. اولا من زي. اثنين انما. اكي. اثنين انما. لو ليعب وكمان دولاتي. اما هو معروض الوريد بيلعب. طبعا. اخيرا اه. ونسيوس. رونالدينيو. نيمور. اه. كان شي دعيبة من النول تدي اشاب بقوم لك انا انا موجود ومسؤول ماللي اجاب بقومش مالا ابيعهم على طوب كابت فرون انا مشكرك حبيبي او رحمن دنيا طبعا اضفت كتير حبيبي بالتوفيق وانا يعني معاك وعايزني حلقات تانية واوجود له جميل ويعني سلة حلوة واندي كور حلو وكل حاجة حلوة منتظرها بقا ان شاء الله بلتظر ان شاء الله جاب دي كانت حلقتنا مع كابتن محمد فاروق استنونا في ضيوف اقارين مؤسسرين في الكربة المصرية ونجوم في حلقات جاية من جول كاست